نرجع بقى لإيه السؤال بتاع حضرتك بص حضرتك هو في النظام الغذائي وفي حاجة اسمها الثقافة الغذائية الثقافة الغذائية مصطلح أشمل عن اللي هو النظام الغذائي بمعنى آخر إن أنا لو أدتك نظام الغذائي وإنت مع أنك ليش الثقافة الغذائية يبقى النظام الغذائي بتاعك مش هينجح يعني إحنا هنا عايزين نقول الثقافة الغذائية الثقافة إحنا إزاي ينجح معنا النظام الغذائي دكتور اي حد بيعمل نظام غزائي زي ينجح مع نظام ده سهل ده حاجة اي ان كان النظام بتاعه سؤال في المنتهى الاهمية ليه بقى هنتكلم على حاجات اللازم كلنا نتبعها حاجات دي لو اتبعناها يبقى نظام الغزائي ده بتاعنا هنجح اول حاجة عدد ساعات النوم لا يقل عدد ساعات النوم عن ستة وبنكلم من ستة لثمانية ومش كده وبس امتى نام لان معروف كويس قوي ان انا لما بنام بادري وبصحة بادري معدلات الحرق بتزيد بالليل وانا نايم ناس بقى اللي بتصهر وتيجي تاكل مع بتصهر بتجوه بتجوه بتاكل ايه فبتاكل فبتاكل فبتتاري تدخن طبعا يبقى اول حاجة عدد ساعات النوم كويس نحطين الميا قدامنا تمام الميا مهمة جدا 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 كويس اشرب قدي ميا او ده السؤال معادلة بسيطة جدا ايه هي ان انا بجيب وزني وبقسمه على ثمانية فالرقم اللي بيطلع ده هي عدد كبيات الميا اللي اشربها على مدار يومي كويس يعني سيء مثلا انا وزني ثمانين كيلو كويس باعمل ايه باقسم الثمانية على ثمانية طلع كام عشرة يبقى المفروض اشرب عشر كبيات ميا في اليوم على مدار يومي كويس برضه اشربه ممتعة فيه حاجة اساسية ان انا لازم ابتدي بيوم من كبات ميا اه ده مهم وقبل الاكل ايوا وهنا قبل الاكل بقى بيستة عملت لعب الدور مهم جدا ايه هو ان انا بحطها على كبات ميا فانا شربت ميا قبل الاكل وخدت الياف قبل الاكل هيلوه من ضمن النجاح النظام الغذائي اللي ماشي عليه ان انا لازم اخد كمية الياف على مدار يومي طبعا حلو مش دايما بناخد اللي مش كل اكلاتنا فيها نسبة الياف اللي احنا محتاجين ده احنا هنتكلم جمعين احنا اتفادنا الحال ان انا بنتكلم في حاجة عملية كويس هنقول حاجات الناس بتبقى شايفاها تمام حضرتك وانت بتعملي وانا داخل حكي اعطيت البقدونس ايوا مظهور صح الكلام بانوز ده لي قصة معنا دلوقتي هنقولها حالا طبعا بس لازم انا اخد على مدار يومي الخضروات الورقية طبعا مهم جدا 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 تمام الرياضة والرياضة هنا انا بتكلم على المشي يعني بلاش الاستسهال الرفاهية الزيادية على فكرة ده من ضمن زيادة من ضمن الاسباب ان السمنة عندنا زادت مظبوط هيكر العربية تحت البيت كنا بنطلع سلم بقنا بنطلع في الأسانسير بقنا بنركب العربية بكل ده بيخلي في الاخر ايه ان انا المعدلات السمنة زادت على فكرة ما بيتش بعمل حركة كتير ما فيش اي حركة كتير خالص تمام هنتكلم النهاردة حريك احنا احنا اتكلمنا على الالياف واتكلمنا على الخضروات ايه ودي مهمة جدا 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 وده اللي بيستا وغفره هدي حيك مثال وحيك هتقوليه صح ولا غلط هو مش دايما احنا لما نروح نشتري اللي هي اللحوم المشويات ايه تبقى مخطوطة على البقدونس بقى طبعا ليه حريك مخطوطة على البقدونس يمتص نسبة كبيرة من الدهون اللي هي البقدونس اللي هي عبارة عن ايه الالياف الالياف عشان كده احنا وفرنا كل ده في بيستا تمام ولما هنجي نتكلم على البستا كده كبان دقاتين بالتفصيل هنعرف هال بيستا ليه علاقة بالواقع ولا لا تمام بلاش حضرتك احنا بالنهاردة دايما لما بني نعمل الكبدة واحنا بروض داخلين عليها بنعمل ايه بنوح اصرين عليها نص للمونة خلي بالك المفروض تقصر لنص للمونة هو احنا بنقولي عشان تكسر طعمها انما مش هو ده ثالث سبب الاساسي اللمون فيتامين سي صحيح فيتامين سي بيزود مصاص الحديد والكبدة مصدر اساسي من ايه من مصادر الحديد على فكرة بيستا فيها فيتامين سي